اشتركوا في القناة لكنه اكد على ان عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة المقبل وسوف تستمر ثلاثة ايام اي ستنتهي الاحد بالاعداد والارقام المتفق عليها وسيكون اول يوم من عملية التبادل عبر رحلات طيران متبادلة للصليب الاحمر بين عدن وصنعان ستتبعها فيما بعد او في اليوم التالي رحلات بين صنعان والرياض وابهى جنوب السعودية والمخى غرب اليمن اما اليوم الثالث ستكون هناك رحلات بين مأرب وصنعان وفقا للمسؤول اليمني وبموجب الاتفاق سيفرج الحوثيون عن 181 اسيرا من جنسيات عدة في مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية عمليات التبادل هذا ستتبعها عمليات تبادل اخرى في القريب حتى يتم الافراج عن جميع المحتجزين والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل وتصفير كل المعتقلات والسجون بحسب تعبيره عود من جديد الى ضيوفي سيد بدر موضوع تبادل الاسراء والذي اتى في اكثر من محادثات بين الحوثيين والشرعية اليمنية الى اي مدى الاتفاق على الاقل على هذا الموضوع بتصفير السجون يمكن ان يكون بدرة حسنية بين الطرفين لمحاولة التقرب والبناء فيما بعد على مسار سياسي بكل تأكيد لا يوجد اي فائدة من الاحتفاظ بالاسراء والمعتقلين والمختطفين خصوصا ان غالبية الاسماء التي قدمتها الحكومة اليمنية هي ليست لا اسراء جنود هي لمختطفين لصحافيين لمواطنين متهمين باتهامات غير دقيقة وبالتالي لا اعتقد ان هناك اي فائدة للحوثيين حتى هناك الكثير من المصاريف حتى لحراستهم واطعامهم وما الى ذلك وبالتالي باب اولى ان يتم الافراج عن الكل مقابل الكل لان هذا الملف انساني بحت وبما اننا شاهدنا هدنا العام الماضي والجميع الى الان ملتزم من دون الاعلان عن هدنا لخفض التصعيد او وقف اطلاق النار لان هذا الملف لا بد ان ينتهي سريعا وان لا يسيس اطلاقا اعتقد ان التأخير ايضا لا توجد هناك اي مفاوضات الان هناك ربما عوامل تقنية او امور متعلقة بالتنسيق لا اكثر واعلنت الحكومة اليمنية على الاقل جاهزيتها قبل ايام حتى للبدء بهذه العملية نعم دكتور علي الى اي مدى الموضوع الانساني موضوع على درجة بالغة من الاهمية بالنسبة للطرفين نحن صحيح نتحدث عن مسار سياسي تشوبه بعض التفاصيل العسكرية كذلك ربما في حلقات قادمة سنتحدث اكثر عن تفاصيلها لانها مهمة ولكن الجانب الانساني ممد اهميته بعد سبع ثماني سنوات من الاقتتال الداخلي لا شك بان التقدم في الملف الانساني هو يمهد السبيل للتقدم في الملف السياسي طبعا هناك ترابط بالتأكيد بين الملفين واعتقد انا بان الافراج عن الاسرى والمختطفين والمعتقلين هذا سيشيع اقوى جديد اقوى قائمة على الاستعداد للذهاب لما هو اكثر من ذلك ولهذا الجميع ينظر الى هذا التبادل لالاسرى والمختطفين بانها عملية مهمة ومن جانب الحكومة انا اعتقد بان الحكومة هي ما موجود لديها هم اسرى مقاتلين تم الالقاء القنف عليهم في الجبهات وهم يقاتلوا بينما لهم اسرى الشرعية هم عبارة عن معتقلين ومختطفين وتم جمعهم من منازلهم لم يكونوا يحملوا سلاح ولم يكونوا في الجبهات هذا انا اعتقد ولكن الحكومة اليمنية تتصرف بمسؤولية وانا اعتقد بان الافراج عن سياسيين وعن شخصيات قيادية هو يخلق حالة من الارتياح ويساعد فعلا في السير قدما نحو معالجة الملف حتى النهاية والانتقال للملفات الأخرى وبالذات الملف السياسي التي يحتاج إلى كثير من المهدات ومن ضمن هذه المهدات معالجة القوانب الإنسانية نعم سيد محمد منذ قليل في حديث حضرتك عن إمكانية أن تكون هناك أو يكون وقف دائم لإطلاق النار حضرتك شككت في نواية حركة أنصار الله الحوثية وقلت بأنه فيما سبق على الأقل استغلت هذه الهدنات لمحاولة إعادة ترتيب الأمور الآن فيما يتعلق بتبادل الأسرى هناك نواية حقيقية لتصفير السجون هل عملية تصفير السجون بمعنى صفر مقابل صفر لا أسير من هذه الجهة ولا أسير من الجهة المقابلة وهذا يختلف عن المرات السابقة هل هذا يوطد العلاقة على الأقل في هذه المرحلة أنا أعتقد أن أطلاق صراحة المعتقلين والمختطفين لدى الميليشيات الحوثية وكذلك أطلاق صراحة الأسرى والمعتقلين لدى القوات الحكومية هي أولى خطوات السلام في اليمن بل أنها تشكل ارتياح كبير لدى الجميع اليوم أنظار جميع اليمنيين في كافة المحافظات اليمنية متجهة نحو تنتظر بلهفة إطلاق صراحة المعتقلين الذي سيكون أولى خطوات إطلاق صراحهم يوم الجمعة المقبلة والتي ترعاها الأمم المتحدة وكذلك الصليب الأحمر نحن لدينا أمل كبير فيما يخص المعتقلين لأنه ملف إنساني وكل يوم يبقى فيه المعتقلين في السجون كل يوم تزداد معاناة أسرهم معاناة أهاليهم معاناة أقاربهم وأيضا معاناة المختطفين والمعتقلين أنفسهم الضيوف الكرام أشاروا لنقاط مهمة أن الموجود لدى الشرعية الدستورية هما معتقلين مدنيين تم اختطافهم من الطرقات العامة من المساجد من الأحياء السكنية من منازلهم من مقر أعمالهم من أيضا عبر وسائل المواصلات سواء الباصات أو السيارات وغيرها من نقاط التفتيش بل إضافة إلى بعض المداهمات التي شنتها الميليشيات الحوثية في بعض المحافظات وزجت بالكثير من المدنيين في سجونها نحن اليوم ومن خلال عمليات الرصد الميداني الذي قمنا بها منذ بداية الحرب حتى اللحظة ميليشيات الحوثية اعتقلت أكثر من 16800 مدني ما يتبقى في سجونها هم أكثر من 8200 مدني في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها أغلب المعتقلين متواجدين في محافظة صنعا في سجن الأمن المركزي وكذلك في محافظة إيب وذمار وبعض السجون السرية التي تم إنشائها من بعد انقلاب الميليشيات الحوثية على شرعيات دستوريا بينما ميليشيات الحوثي في أول مفاوضات لها في استوكولم قدمت كشوفات للشرعية أن لديها 7200 أسير لدى القوات الشرعية سواء كان في المحافظات الجنوبية أو في محافظة مارب أو كذلك في الساحل الغربي من خلال التدقيق في كشوفات الميليشيات الحوثية التي تم تقديمها أغلب الأسماء أسماء مكررة وأسماء وهمية وبعضها أسماء لأشخاص قد قتلوا في بعض الجبهات الجدير بالذكر أن أغلب الأسماء المتواجدة في هذه قاعدة البيانات التي تم تسليمها والكشوفات هما قناصين ومقاتلين في الجبهات ومشرفين على التجنيد في بعض المحافظات صحيح ولكن أستاذ محمد في كل الحالات يبدو بأنه تم ترتيب على الأقل يعني بعيدا عن كل هذه التفاصيل وهي تفاصيل مهمة ولكن تم ترتيب عملية تبادل الأسرى وحاضرتك تقول بأنها نقطة مهمة وخطوة يمكن البناء عليها أستاذ سالم إلى جانب موضوع تبادل الأسرى لجانب الإنسان يتفق كل ضيوف على أنه أساسي لمحاولة التقدم خطوة نحو الأمام لبناء أساس جيد لعلاقة ثنائية بين أطرفين الأساسيين في داخل اليمن ولكن ما النقاط ما الملفات الأخرى في الملف الإنساني الذي قد نتابع تفاصيله قادما أولا في الجانب الإنساني إلى جانب ما ذكره الأخوة الضيوف أنا في نظري أن هذا الاتفاق على إطلاق صراح الكل مقابل الكل خطوة مهمة للبناء لبناء الثقة وهذا لو نفذت هذه الخطوة خلال الأيام القريبة المقبلة سنكون قد بدأنا تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الأطراف في الداخل اليمني لماذا حضرتك تشكك أو تنتظر المزيد من تفاصيل يعني منذ قليل الأستاذ بادر قال بأنه قد نفهم بأنه أجلت عملية تبادل الأسرى لأمور تقنية أو أمور طيران أو أمور تقنية أخرى حضرتك تقول لو تم ذلك هل نفهم بأنه هناك بعض التفاصيل التي ينتظر الاتفاق عليها لا حول الموضوع موضوع الأسرى لا يوجد هناك بعض التفاصيل لكن نترك هامش قليل لربما يحدث أمر ما في موضوع المفاوضات هناك تتعجل أحيانا بعض الخطوات لأيام وبعضها أحيانا تلغى وبعضها يتم فيها من خلال تراجع لكن في هذه الخطوة أنا لا أشكك أنا حقيقة متابع بشكل منتظم لموضوع هذا الاتفاق الذي يتم بنائه الآن وكنت على معرفة بعض التفاصيل هذا الاتفاق يمضي بشكل جيد أنا أتفق أنه إذا تعجل سيكون بسبب ترتيبات إقرائية وترتيبات أيضا لإنجاح هذا التبادل لا أكثر من الجانبين ليس تشكيكا أبدا المهم في النقطة الثانية أن الهدنة الخامسة سوف تكون لمدة سنة وهذا مهم جدا أيضا لحقن الدماء ولأيضا يعني البدء في الهدوء والاستقرار على مختلف النقاط المواجهة العسكرية بين المديريات والمحافظات والمدن اليمنية وهذا جزء العام هذه السنة الأولى من أبريل الحالي إلى أبريل القادم هي سنة مهمة جدا سيتم من خلالها توقيع هذا الاتفاق ولكن أستاذ سالم اسمحني أن أسألك أكثر عن هذه الهدنة تتحدث عن الهدنة الخامسة التي ستدوم سنة طيب هذه السنة ستكون مشابهة للهدنات السابقة بمعنى أنه سيكون الموضوع الإنساني هو المبجل أو هذه السنة لطولها ستكون كذلك خاصة ببعض الترتيبات السياسية باختصار أنت كرمت ستكون للأمرين للترتيبات السياسية ولأيضا القانب الإنساني الهدنة ربما تستمر ستة شهور ربما يكون الحد الأقصى لها المحدد لمدة سنة بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الانتقالية لمدة عامين يبدأ من خلالها الترتيبات للتشارك في الحكم والاتفاق على مسيرة موحدة لليمن خلال الفترة المقبلة هذا الاتفاق الذي سوف يستمر لمدة ثلاث سنوات أنا في نظري سنبدأه بتبادل الأسراء قريبا بعون الله تعالى على كل سنتابع كل هذا ولكن في جزء آخر سنتحدث عن الجانب الاقتصادي الجد مهم كذلك بعد فصل قصير متابعينا نعود لنناقش هل ينجح اليمنيون في التوصل إلى توافقات لإعادة توحيد اقتصادهم المنقسم سواء فيما يتعلق بالبنك المركزي أو بسعر صرف العملة أو الجمارك لمتابعة المزيدنا الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر